موسيقى قرية الشجرة الشجرة أو السجرة قرية فلسطينية تقع على بعد 14 كم غرب طبرية وترتفع عن سطح البحر 275 مترا تحدها كفر كما من الجنوب الشرقي ولوبيا من الشمال الشرقي تتميز بموقعها الذي يربط الطريقة التي تصل بين طبرية وكل من الناصرة وحيفا تعد من حيث المساحة رابع قرى قضاء طبرية تبلغ مساحة البناء على أراضي القرية 100 دنم تتوزع غالبيتها في الجزء الشمالي الشرقي وبعضها غربي القرية كما تبلغ مساحة أراضيها الزراعية 3754 دنم تحتل أشجار الزيتون 700 دنم منها وتشغل الطرق والأودية 164 دنم وتحيط بها أراضي قريتي لوبيا وطرعان كما تنتشر الغابات والأعشاب البرية على سفوح التلال الجنوبية المواجهة للقرية تحيط بالقرية التلال من الجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية وتخترق تلك التلال مجموعة من الأودية المنحدرة باتجاه الشرق ويقع جبل جحا الذي يرتفع 285 مترا عن سطح البحر على بعد بضعة كيلومترات شمال شرق القرية تعود تسمية القرية إلى أن فيها شجرة كبيرة وما زالت تسمى شجرة سيدر حيث يقال إن السيد المسيح عندما كان في تلك المنطقة نام تحت تلك الشجرة وهو ذاهب من طبرية إلى التعمد بماء الأردن أو الناصرة حيث يقول كبار السن إنها ترى من جبل حوران على كبرها وارتفاعها في عام 56 كان حوالي 396 نسمة يسكونون القرية وفي عام 1922 بلغ عدد سكان القرية قرابة 543 نسمة وارتفع في عام 31 إلى 584 نسمة 556 من المسلمين وثمانية وعشرون من المسيحيين وقدر بنحو 770 نسمة في عام 45 وكثير من العائلات موجودة في القرية منها سلايمة، بكر، درويش، ذيابات، حياتلة ومن أبناء هذه القرية الفنان الكاريكاتوري ناجل علي والفنان إبراهيم محمد صالح أبو عرب والإعلامي والدبلوماسي فؤاد ياسين كان أهالي قرية الشجرة يعتمدون على الزراعة في معيشتهم لذا خصصوا بين عامي 44 و45 2114 دنما لزراعة الحبوب و544 دنما مرويا أو مستخدما للبساتين و700 دنما مزروعة بالزيتون إضافة إلى 935 دنما بقيت بورا من أبرز معالم القرية الشجرة الموجودة منذ حوالي 200 إلى 300 سنة حيث كانوا يلهون بفيئها كما أن القرية ذاتها مكان أثري يضم أساسات أبنية قطع حجر منقوش مدافن منحوتة في الصخر صهاريج كما تقع بجوارها بعض الخرب التي تضم أنقاض آثار قديمة مثل خربة قيشرون وخربة بيين إضافة إلى حارة المنزول التي كانت حولها أشجار كبيرة ومكان ليزف العريس إليه وتعقد حلقات الدبكة حوله ومن معالم القرية أيضا عين الماء التي كان أهالي القرية ينزلون 54 درجة للوصول إلى الماء وملء الجرار سجل أهالي القرية في نضالهم ضد الصهاينة تقدما واضحا باتجاه مستعمرة سجرة قبل الهدنة التي أعلنت في الحادي عشر من حزيران عام ثمانية وأربعين والتي كانت لمصلحة العدو لتمكين وتعزيز إمكاناته من سلاح وعتاد وحتى طائرات ومع انتهاء الهدنة في التاسع من تموز تجدد القتال وكانت النتائج لمصلحة العدو وخصوصا بعد انكسار معنويات العرب مع سقوط اللد والرملة استشهد في معركة الشجرة التي حدثت في الرابع عشر من تموز عام ثمانية وأربعين عدد من الشهداء من بينهم المجاهد محمود سليم الصالح الملقب بأبي عاطف والشاعر المجاهد عبد الرحيم محمود الملقب بأبي الطيب الذي أنشد لرفاقه وقتها احملوني احملوني واحذروا أن تتركوني وخذوني ولا تخافوا وإذا متوا ادفنوني سقطت الشجرة في الخامس عشر من تموز عام ثمانية وأربعين بعد المناوشات التي بدأت في شهر شباط من العام ذاته عقب سقوط طبرية وتمهيدا للهجوم على بيسان وقد جاء الهجوم على القرية في إطار جهود الهاغانا لإحكام سيطرتها على الجليل الأسفل حيث أغارت على القرية فجرا وسيطرت عليها بعد هجوم قوي وقد سقط جراء الهجوم عدد من سكان القرية لتقوم وحدة أخرى من الهاغانا بمحاصرة قرية لوبيا المجاورة ومن أجل الحؤول دون قدوم أي تعزيزات لنجدة سكان الشجرة وفي وقت لاحق من ذلك الصباح شنت القوات العربية المحلية هجوما مضادا من جهة قريتي كفر كنا وترعان وقد دامت المعركة النهار كله إلا أن القرية ظلت عند حلول الليل في قبضة الهاغانا وبسقوط الشجرة أحكمت الهاغانا سيطرتها على الجليل الأسفل لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية لكن ثمت بضع مستعمرات بالقرب منها فقد أقام الصهاينة على أرض القرية مستعمرة سجرة عام 1902 والتي سميت فيما بعد بإيلانيا كما أقام مستعمرة سادي إيلان والتي أنشئت بعد عام 48 أما مركز حفات هاشومر الزراعي الذي أقيم سنة 56 فليس على أراضي القرية وإنما بالقرب من موقعها احتل الصهاينة القرية لكن توتت الدار لا تزال حية في قلوب أبناء الشجرة وأبناء فلسطين على أمل أن يعود الغائبون عنها يوما ويعيد إليها روحها وبسمتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة